اتهمت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الضم الصامت في الضفة الغربية فيما تصعد حربها في قطاع غزة قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل برديناء قال إنه في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة فإنها تمارس ضما صامتا في الضفة الغربية ومن خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية والتهجير القصري للسكان الفلسطينيين خصوصا في مناطق الأغوار وعلى الأرض اقتحم قوة الاحتلال الإسرائيلي في فجر اليوم قرية الجلمة شمال الشرق الجنين شمال الضفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدة أليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وجابت عدة شوارع وأحياء كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قفرعين وبيت ريمة شمال غرب رملة لفتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة أليات وتجولت في أحيائهما شكرا شكرا